معك حق وطبيعة الحال الآن تسمع إلى الأكثر تطرفا في التمسك ببرنامج المقاومة المسلحة وهم يتحدثون بلغة أخرى بلغة لم يعرفوها من قبل عن أهمية المقاومة الشعبية السلمية لم نجرب في غزة منذ أسلو حتى الآن هذا الأسلوب خصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي أو عادة الانتشار الإسرائيلي من داخل قطاع غزة غزة عرفت بأنها تقاوم بالسلاح والصواريخ والأنفاق وخصوصا في ظل هذا الحصار اليوم تجربة جديدة خبرة جديدة إبداع جديد لدى الشعب الفلسطيني يقنع كل الناس بأن هذا الشكل من أشكال النضال هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن يثمر شيئا أفضل مما توقعنا من استخدام السلاح الناس كلها تخرج إلى شارع القيادات تقف منبهرة أمام إبداعات الشباب هذا كل المشهد الذي نراه على الحدود سواء من استخدام الوسائل البسيطة من الكوشوك إلى الطائرات الورقية إلى أشكال المقاوم الأخرى المقلاع كلها إبداعات شباب يعني ليست من بنات أفكار وتخطيط القيادة ولذلك من المتوقع أن هذا كله يترك أثره على المستوى الدولي شرط أن نكون كفلسطينيين قادرين على تحريك المكنة العربية الصدقة باتجاه ملاحقة إسرائيل ومحاسبة إسرائيل الأمير العام للأمم المتحدة طالب أكثر من مرة بتشكيل لجنة التحقيق الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي حتى هيومن رايس ووش الأمريكية مؤسسات كثيرة في المجتمع الدولي تطالب بتحقيق وتطالب بإسرائيل بضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة نحن أمام إعادة صياغة وعي المجتمع الدولي المدني تجاه موضوعات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا أمر بالتأكيد يوسع المساعة التي يمكن أن يتحرك فيها الفلسطيني والعربي نحو عزل إسرائيل والولايات المتحدة وتوسيع دائرة التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني يعني الأمر الإنجاز لا يقاص بأن مجلس الأمن اتخذ قرارا أو اصدر بيانا أو لم يصدر بيان هذا معروف سالفا أن الولايات المتحدة تقف هناك ولكن المجتمع الدولي ليس هو مجلس الأمن المجتمع الدولي مساحة مفتوحة واسعة على التعامل مع أشكال ستجد في كل مكان مناصرون ستجد مؤسسات بشر يتفهمون قضيتك وينخرطون في العمل نعم وربما هذا دور المستوى السياسي الفلسطيني في السلطة والفصال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر